ذكرت وكالة رويترز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصوت الجمعة على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية حيث يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم موافقة الجمعية العامة من جانبه قال المندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة إنه إذا تمت الموافقة على مشروع القرار فعلى الولايات المتحدة أن تتوقف تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفقا للقانون الأمريكي مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع